بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جرح كتاب إغاثة اللافان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمه الله الدكس التاسع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما تسميته بالسمود وأما تسميته بالسمود يعني الغناء تسمية الغناء بالسمود هذا في القرآن وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني بدل هذا أنتم مشتغلون بالغناء والغناء رقية الشيطان هو أذان الشيطان وصار الآن فنًا من الفنون افتخرون به ويكافئون عليه فصار هناك مغنين ومغنيات ومطربين ومطربات ويعتبرونه فنًا من الفنون يمدحون أصحابه ويكافئونه نعم وهو صوت الشيطان استفز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان هو الغناء نعم وأما تصميته بالسمود فقد قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحك هذا الحديث يعني القرآن القرآن نعم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وهذه سنة الله أن من ترك الحق يبتلى بالباطل فهم لما تركوا القرآن وابتلوا بالغناء نعم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما السمود الغناء في لغة حمير يقال نعم عكرمة هو مولى ابن عباس عكرمة البربري مولى ابن عباس يروي عنه والسمود هو الغناء يروي عن ابن عباس بلغة حمير يعني قبيلة حمير اليمانية نعم السمود الغناء في لغة حمير يقال أسمدي لنا أي غني لنا نعم قال أبو زبيد وكأن العزيفة فيها غناء للندام من شارب مسمودي قال قال أبو زبيد نعم وكأن العزيفة فيها غناء أذا بيت نعم وكأن العزيفة فيها غناء للندام من شارب مسمودي من شارب مسمودي مسمودي يعني مغني نعم قال أبو عبيد المسمود الذي غني له أبو عبيد ما هو أبو عبيد أبو عبيد الهاروي نعم قال أبو عبيد المسمود الذي غني له وقال عكرمة كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية يعني إذا سمعوا القرآن قابلوه بالغناء يريدون أن يصرفوا الناس عن القرآن نعم وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء نعم لأن السمود له معاني منها الغناء ومنها الغفلة نعم قال المبرد هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح يتشاغل به وأنشد رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار بمقدار سمدن له سمودا نعم قال المبرد نعم قال المبرد من عمة اللغة نعم قال المبرد هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح يتشاغل به وأنشد وأنشد رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا سمدن له سمودا يعني التهين به وغنى وصرفهن بشدته الحدثان يعني الليل والنهار آل بكر بمقدار يعني قدر قدر سمدن له سمودا فرد وجوهن البيضة سودا ورد وجوهن السودة بيضا ورد وجوهن البيضة سودا نعم وقال ابن الأنباري السامد ابن الأنباري هذا من عمة اللغة نعم وقال ابن الأنباري السامد اللاهي نعم والسامد الغافل والسامد الساهي والسامد المتكبر والسامد القائم يعني له عدة معاني نعم منها منها السامد المغني نعم وقال ابن عباس في الآية وأنتم سامدون وأنتم مستكبرون وقال الضحاك أشيرون فطرون وقال مجاهد غضاب مبرمطون وقال غيره لا هنا غافلون معرضون نعم يجمعها أنهم معرضون عن القرآن معرضون عن القرآن فابتلوا بضده فالإنسان ما يشتغل بالخير وإما أن يشتغل بالشر ولا يبقى معطلا نعم فالغناء يجمع هذا كله ويوجده كله المعاني يجمعها الغناء نعم والطرب نعم فهذه أربعة عشر اسم فهذه أربعة عشر اسم هذه يسمون مبني على فتح الجزئين أحد عشر إثناء عشر إلى آخر إلى تسعة عشر نعم فهذه أربعة عشر اسم سوى اسم الغناء نعم فصل وكثرة الأسمى تدل على قبحه وشناعة نعم فصل فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللهو واللعب ونهى عن المعازف والمعازف جمع معزفة وهي الآلة التي يُعزف بها ويتخذونها آلة للغنى وهي محرمة المعازف محرمة بالإجماع معازف محرمة بالإجماع كما قال شيخ الإسلام بن تيمية كل المعازف التي يُعزف بها ليس هناك معازف مباحة نعم فصلم في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك عن عبد الرحمن ابن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك ابن غنم عن عبد الرحمن ابن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يكون في آخر الزمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين من المسلمين والمسلمون فيهم فساق فيهم يستحلون الحرى وهو الزنى الحرى هو الفرج يستحلون الحرى والحرير يعني لبس الحرير وهو محرم على الرجال والخمر والمعازف وهي آلات له يستحلون هذه في آخر الزمان ويجتمعون عليها فيخسف بهم يخسف بهم على هذه الحالة نعم ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال المعلق هو ما رواه البخاري من غير سند وهو على قسمين معلق مجزوم به وهذا صحيح هو معلق غير مجزوم به وهذا محل يعني نظر أضعف من الأول نعم محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه نعم يسمونه يسمونه شراب روحي يسمونه ويسكي يسمونه بأسماء يعني الجاهل ما يظن أنه خمر نعم وقال هشام ابن عمار قال حدثنا صدق ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جاب ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريق والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم علم يعني جبل إلى جنب علم يعني جبل ينزلون يمكنهم كاشتين ولا رايحين سياحة ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم يعني يخسف بهم الجبل نعم ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة يعني بعضهم يخسف به وبعضهم يمسخ يمسخ يعني يحول من صورة آدم إلى صورة خنزير والعياذ بالله كما مسخ الله طائفة من بني إسرائيل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا نعم لأن بعض خصوصا ابن حزم رحمه الله تكلموا على هذا الحديث بالتضعيف وقال وأنها منقطع أو أنها موقوف أو أنها وأنه وابن القييم يريد أن يرد على هذا ويبين أن الحديث متصل نعم ولم ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة لأن ابن حزم رحمه الله يغلط يرى إباحة الغنى يرى إباحة الغنى ويتكلم على الحديث الوارد في تحريمه ولكن الحق لا ينظر فيه إلى قول فلان أو علان ينظر فيه إلى الكتاب والسنة نعم ولو وكلنا الله إلى الأقوال والخلافات لها لكنا ولكن عندنا الكتاب والسنة نعم يحصل خلاف يحصل وجهات نظر لكن الله جل وعلا جعل لنا الكتاب والسنة نرجع إليهما فمن وافق الكتاب والسنة أخذنا بقوله ومن خاله لا نأخذ بقوله والإنسان بشر يخطي ويصيب والمجتهد يخطي ويصيب وإن كان إماما وإن كان عالما نعم وزعم أنه منقطع أو ابن حزم يعني زعم أن هذا الحديث منقطع يعني فيه امقطاع لم يتصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه جواب هذا الوهم من ابن حزم رحمه الله نعم وجواب هذا الوهم من وجوه أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام نعم الثاني أنه لو لم يسمعه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس من التدليس ما يدلس بأنه سمع منه وهو لم يسمع منه التدليس هو أن الإنسان يوري أنه روى عنه لان وهو لم يروي عنه البخاري لا يصنع هذا لا يصنع هذا لا يقول إلا ما جزم به وصحهه ولذلك صار صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم نعم الثالث أنه أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به أن البخاري أدخل هذا الحديث في كتابه محتجا به لو كان لم يحتج به ما أدخله في كتابه هذا موجود في صحيح البخاري نعم أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك يعني البخاري نعم الرابع أنه اسم كتاب البخاري الصحيح المسند الصحيح المسند يعني المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإذا توقف في الحديث هذا الذي ذكرنا أن المعلق عند البخاري على قسمين معلق بصيغة الجزم هذا صحيح معلق بصيغة التمريض يروى كذا قيل كذا هذا ينظر فيه نعم أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه نعم هذا بالتعليق على قسمين مجزوم به يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغير مجزوم به يقول يروى عن الرسول أو جاء عن الرسول هذا فيه نظر نعم فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه البخاري إذا قال قال رسول الله فقد جزم بصحته إلى رسول الله وقد قال هذا في هذا الأثر قال رسول الله ما قال يروى أو جاء إنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجزوم به وإن كان معلقا نعم الخامس أن لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره عند غير البخاري من المحدثين نعم فالحديث صحيح متصل عند غيره قال أبو داود ليس الصحيح مقصورا على البخاري ولا على مسلم صحيح بن حبان صحيح فلان الحديث الصحيحة كثيرة والمسندات وإن كانت دون صحيح البخاري لكنها صحيح نعم فالحديث صحيح متصل عند غيره قال أبو داود في كتاب اللباس حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن ابن غنمن الأشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرا ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا فقال أبو عامر ولم يشك ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلافة ما هي المعازف؟ المعازف هي آلات اللهو كلها التي يعزف بها قديمها وحديثها نعم ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلافة بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها نعم لما ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم على استحلالها ليكونن من عمتي نعم تحذير هذا نعم ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر وكذلك هي مقرونة مع أشياء مجزوم بتحريمها مثل الخمر خمر مجزوم بتحريم ما حد يقول الخمر حلال وقد ذكر معه هذا المعازف فتكون إذن مثل الخمر مجزوما بتحريمها نعم ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر فإذا كان ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر 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 يعني الفرد الزنا نعم والحر فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج للحرام نعم الحر يلفرد المحرم نعم وإن كان بالخاء والزاء المعجمتين فهو نوع من الحرير الخز إذا كان الخز بالخاء والزاء فهو الحرير أو خالص الحرير نعم سحلون الخز يعني الحرير الحرير محرم لبسه على الرجال نعم وإن كان بالخاء والزاء المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صحى عن الصحابة لبسه إذ الخز نوعان أحدهما من حرير والثاني منصوف والثاني منصوف منصوف نعم الخز المباح وما كان من الصوف وأما ما كان من الحرير فهو حرام على الرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرام على ذكور أمتي أخذ الذهب والحرير بيده صلى الله عليه وسلم وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها نعم وقد روي هذا الحديث بالوجهين وقال ابن ماجة في سننه حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا معن ابن عيسى عن معاوية ابن صالح عن حاتم ابن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن ابن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعني في آخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها الشراب الروحي الشراب كذا ما يسمون الخمر وهذا لا يغير من الحقيقة شيء تغيير الاسم لا يغير المسمى فهو خمر حرام خبير نعم يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات نعم يعزف على رؤوسهم يعني يجعلون حفلات ويجعلون سهرات ويجعلون العياذ بالله فيها الخمر وفيها المعازف فيها الزانيات معهم والفروج نعم فهذه أمور عظائم والعياذ بالله الفسقة يتساهلون فيها نعم ويسألون ربما يسمون من الفنون نعم فن من الفنون إلى بغير يغطون الشيء قال هذا من الفن هذا فن نعم يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير هذا في آخر الزمان يكون فيها آله الأمة خسف ومسخ يكون فيها عقوبات والعياذ بالله لما يحدثون من المعاصي نعم وهذا وهذا إسناد صحيح وقد توعد مستحل المعازف فيه لأن يخصف الله به الأرض ويمسخهم قردة وخنازير يمسخهم من صور ومسخهم من صور الآدمين إلى صور القردة والخنازير يحول صورهم إلى صور القردة والخنازير كما غيروا واحتالوا على أمر الله الله عاقبهم فمسخهم مثل أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخهم الله نعم وقد توعد مستحل المعازف فيه لأن يخصف الله به الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قصط من الذم والوعيد نعم وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامها الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغاز بن ربيعة ونحن الغاز أو الغازي والغازي بن ربيعة ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن نسوقها لكم جميعاً هذه المرويات في هذا الموضوع نعم ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن وتشجى بها حلوق أهل سماع الشيطان فأما حديث سهل بن سعد فقال ابن أبي الدنيا أخبرنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ قيل يا رسول الله متى؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر قينات المغنيات المغنيات وهالحين سمونها الفنانات نعم وأما حديث عمران ابن حصين فرواه الترمذي من حديث الأعمش عن هلال ابن يساف عن عمران ابن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ فقال رجل من المسلمين متى ذاك يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ظهرت القيان يعني المغنيات نعم والمعازف وهي آلات الله وشربت الخمور المسكرات نعم قال الترمذي هذا حديث غريب الغريب من فرد بروايته شخص واحد هذا الغريب نعم وليس معناه أنه ما هو صحيح يكون صحيح وهو غريب أيضا لأنه انفرد بروايته واحد نعم وأما حديث عبد الله بن عمر فروا أحمد في مسنده وأبو داوود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم على أمة الخمرة والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام والغبيراء وكل مسكر حرام هذا الضابط كل مسكر فهو خمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر من أي مادة كان فإنه يكون خمرا يكون خمرا من أي مادة ليس خاصا بعصير العنب فإنما كل ما أسكر قليله فكثيره حرام كما في الحديث الصحيح نعم وفي لفظ آخر لأحمد إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة المزر والمزر والكوبة والقنين وأما حديث ابن عباس ففي المسند أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام والكوبة الطبل قاله سفيان الكوبة الطبل الطبل الذي يضرب به في آلة له نعم كل آلات له وحرم ومنها الطبل نعم والكوبة الطبل قاله سفيان وقيل البربط والقنين هو الطنبور بالحبشية والتقنين طنبور من آلات الله نعم والتقنين الضرب به قاله ابن الأعرابي مرابي من آئمة اللغة نعم وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا ما الفيء إذا اتخذ الفيء دولا يعني خصب بعض الناس والفيء هو ما يكون للمسلمين عموما بيت المال إذا اختص به بعض الناس فهذا من علامات الساعة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ما والأمانة مغنما والأمانة مغنما لا حق حد عنده وديعة يفرح يغتنمها يبي يستعملها يبي يتوسع بها ثم إما أن يردها وإما أن تذهب عليه تروح والمطلوب حفظها المطلوب حفظ الأمانة إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهله قال صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخن من خانك فالأمانة لا يتساهل بها يقول باتسلفها باقترضها لا احفظها أقول لا تأخذها لا تأخذها أستطمت بحفظها لا تأخذها نعم والزكاة مغرما واتخذت الزكاة مغرما مثل بعض الأعراب ويتخذ ما ينفق مغرما الزكاة مهم مغرما الزكاة ربح وخير وليست مغرما نعم وتعلم العلم لغير الدين هذه المصيبة تعلم العلم لغير الدين لليلوظائف والشهادات وليمصيبة نعم وأطاع الرجل امرأته وعق أمه نعم يقدم طاعة امرأته على أمه أمه يعصيها وزوجته يطيعها مشكلة هذه نعم وأدنى صديقه وأقصى أباه وهذا المشكلة حين بعض الناس يقدم صديقه وينبسط معه ويبعده يقول لا تجي الوقت الهنة ترى ابو يحاضر ومادري كيف وينبسط مع صديقه وينقبض مع والده نعم وظهرت الأصوات في المساجد الأصوات في المساجد ظهرت الأصوات في المساجد هذا لا يجوز أن ترفع الأصوات في المساجد في أمور الدنيا والمساجد إنما تكون لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا ترفع فيها الأصوات إلا بالذكر طاعة الله عز وجل نعم وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة يعني ترأس على القبيلة فاسقهم فاسق القبيلة والعدل أن يسود القبيلة خيارها ما يسودها المنافق ما يسودها الفاسق نعم وكان زعيم القوم أردلهم كان زعيم القوم زعيم القوم أو زعيم يصلح خبر أو اسم كان نعم وكان وكان زعيم القوم أردلهم نعم وأكرم الرجل مخافة شره نعم مخافة شره وتعديه لسانه هذا آفة نعم ما أكرم لأجل خيره إنما يكرم درعا لشره نعم وظهرت القينات والمعازف قينات المغنيات والمعازف آلات الله آلات العز نعم وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها نعم في من يلعن أبا بكر وعمر الآن بسا الله العافية يذن أبا بكر وعمر وفي من هم دون ذلك لا يلعنون لكن تنقصون الصحابة وتنقصون السلف الصالح ويصفونهم بأنهم ما عندهم حذق ولا عندهم ذكى مغفلون إلى آخره نعم فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء إذا حصلت هذه الأمور فليرتقبوا ما يحلوا بهم نعم فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء نعم وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع هذا في آخر الزمان نعم تكثر العقوبات لكثرة الذنوب والمعاصي والمخالفات نعم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال حسن غريب الترمذي أحيانا يقول حسن غريب أحيانا يقول حسن صحيح وذلك لأنه عنده طريقان للحديث طريق حسن وطريق صحيح طريق عزيز ومشهور وطريق غريب ويأتي بهذا لاختلاف الطرق في الحديث عنده نعم وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الله ابن عمر الجشمي قال حدثنا سليمان ابن سالم أبو داود قال حدثنا حسان ابن أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال بلى ويصومون ويصلون ويحجون قيل فما بالهم قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد موسخوا قردة وخنازير وأما حديث أبي أمامة الباهلي فوقد يكفي نقف عندنا نعرف رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك شيء من الأغاني مستثنى من التحريم كقولهم يباح الغناء يوم العيد بالدف الغناء المصحوب بالآلات لا يجوز بالمعازف لا يجوز أما غناء بالصوت المجرد ليس فيه فتنة فقد يباح في بعض المناسبات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قراءة القرآن بما يسمى بطريقة المقامات لا يجوز المقامات نوع من الأغاني ولا يقرأ القرآن بالمقامات يقرأ القرآن بالطريقة التي نزل بها والتي مشى عليها سلف هذه الأمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المقامات هذه عند الصوفية المقامات عند الصوفية وهي أنواع من الأغاني نعم والتغني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت في مكان عام كالسوق مثلا وسمعت الأغاني وسمعت الأغاني تبث عن طريق مكبرات الصوت فيه فهل يجب علي مغادرة السوق بسبب هذا المنكر ما يكفي أنك تغادرة يجب أنك تنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبي لسانه تنصح وتنهى عن ذلك وتبيل له من هذا لا يجود وإن كان لك سلطة وأنت من أعضاء الهيئة من المكتسبين تغير بيدك ولا تقول أبطلع من السوق وتخلي السوق المعصية لا فضيلة الشيخ وفقكم الله عقوبة المسخ هل هي بسبب الاستحلال لتلك المحرمات أم بسبب فعلها بسبب فعلها بسبب فعلها ما كل من فعل شيئا استباحه أله لهوالي شهوة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك بعض المحلات والله إذا استحل الحرام لو ما فعله إذا استحل الحرام لو ما فعله إنه يأثم ويعاقب على ذلك لو ما فعله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هناك بعض المحلات يبيعون أشفطة الأغاني والمعازف فما حكم كسبهم وما حكم الشراء منهم لا يجوز ولا يقرون على هذا يجب الأخذ على أيديهم ومنعهم من فتح هذه المحلات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدف يعتبر من المعازف المحرمة هو من آلات الله الدف من آلات الله إنما يباح في حالات خاصة مثل قدوم غايب أو أو زواج مناسبة زواج لأجل إعلان النكاح ويكون بيد النساء ما يكون بيد الرجال بيد النساء اضربوا عليه بالغربال يقول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض البلاد الإسلامية يجوزون بيع الخمر للكفار فقط فهل هذا الحقص لا يجوز بيع الخمر لا للكفار ولا للمسلمين حرام ما يجوز تبيعه تاكل ثمن وتقول هذا بعته على كافر ما يجوز مادة محرمة تبيع المادة المحرمة لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المسخ قردة وخنازير يقول هل هو قد وقع أم أنه سيقع كلما حدث هذا الفعل وقع في بني إسرائيل وفي آخر الزمان يقع بهذه الأمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول سمعت بعضهم يقول إن الموسيقى ليست بحرام فإنها لو كانت حراما لذكر الله تحريمها في القرآن كما ذكر الزنا والخمر يقول فكيف الجواب عن ذلك يعني كل شيء لازم يذكر في القرآن اللي يذكر في السنة مذكور في القرآن ما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالرسول صلى الله عليه وسلم سنته بعد القرآن يجب الأخذ بها نعم وإجماع الأمة إذا أجمعت على شيء يجب الأخذ به هذا الأمر مقصور على القرآن فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تفسير قوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل المراد هجر التلاوة أم هجر التدبر يشمل هجر القرآن أنواع منه هجر التلاوة ومنه هجر التدبر ومنه هجر العمل به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ويقرأ فيه ليعرف كلام الله لعمله لا 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 رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أوراقا من التوراة مع عمر بن الخطاب فأنكر عليه قال في شك أنت يا بن الخطاب أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وابن الخطاب قال لتراها يا رسول الله فأنكر عليه ما يجوز تداول تداول الكتب المنسوخة ترويجها بين الناس ما يجوز هذا نعلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل درس العلوم الشرعية لأجل وظيفة وقد توظف الآن فهل يحل له ما يتقاضاه الآن من مرتبات أم هو آثم على نيته تلك على كل حال عليه التوبة باب التوبة مفتوح يتوب إلى الله والله يتوب على من تاب نعم ويؤدي العمل توب إلى الله ويؤدي العمل على الوجه المطلوب ينصح فيه والله يتوب على من تاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بهذه الأيام هناك مطالبات كثيرة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة يقول ما حكم ذلك هذا يطاعون إذا طالبوا ما يطاعون الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم المرأة تحتاج إلى ولي في عقد النكاح تحتاج إلى محرم في السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم المرأة بحاجة إلى الرجل يكون إلى جانبها من أجل حمايتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله للتحقيق ما هي ما هي للشك أو تردد إن ما هي للتحقيق وتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله هذه ما هي للتعليق وإن ما هي للتبرك والتحقيق بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم أن يقوم الشاب بحلق لحيته في بدايتها حتى تخرج سريعا لا هذا من الشيطان هذا وسوسة من الشيطان لا يجوز فعل المعصية من أجل أنها تنبت بعدين ما يجوز هذا يتركها على ما هي عليه لا يتعرض لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول أنا مقيم في هذه البلاد فهل يجوز لي أنا أنا مقيم في هذه البلاد فهل يجوز لي أن أسافر إلى عائلتي في فرنسا وكم من الوقت الذي يجوز لي أن أبقى في تلك البلاد الكافرة يجوز يجوز أن تسافر إلى عائلتك بقدر الحاجة تصلح من شأنهم إذا احتاجوا إليك وتقيم عندهم قدر الحاجة لا بأس بذلك ولحمايتهم وصيانتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة حجت متمتعة ناوية التمتع ثم بعد إحرامها من الميقات جاءتها الدورة فهل لها أن تتحول من التمتع إلى القران أم ماذا تصنع تبقى على ما عليه وإذا طهرت تكمل حجها لأن أعمال الحج أكثرها ما يحتاج إلى طهارة افعل ما يفعل الحاج قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة افعل لما حاضر افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فقط الطواف وأما الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في ميناء ورمي الجمار هذا ما يحتاج إلى طهارة ترميه المرأة الحائر تعمله المرأة الحائر إلا الطواف بالبيت تؤخره نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وكل الحاج من يرمي عنه بسبب العجل هل يشرط في الوكيل أن يكون من الحجاج نعم يقول الفقه ولا يعتد برمي حلال لا يعتد برمي حلال يعني في الوكالة يوكل من الحجاج نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أخر الحاج طواف الإفاضة والسعي إلى ثالث أيام التشريق لا إذا أخر الحاج طواف الإفاضة والسعي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق يقول هل يقدم السعي على طواف الإفاضة حتى يكون آخر عهده بالبيت لا لا يا أخي يبدأ بالطواف ثم السعي والسعي تابع للطواف السعي تابع للطواف كأنه منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول بعض الشركات إذا قدمت لأجل الوظيفة عندهم فإنهم يطلبون مني أن أضع لهم سيرة ذاتية لي وأضع فيها صورة شخصية فهل يجوز هذا الأمر والله أنتم تفهمون الفتوى في هذا أن تصوير عند الضرورة لا بأس به بقدر الضرورة فقط بقدر الضرورة إذا كنت مضطرا لهذه الوظيفة فقدر الضرورة نعم أنت بغاية تسافر لازم تصور يعطونك جواز لازم التابعية لازم يتصور أيضا هذا ما هو عشق للصور ولا محبة لها وإنما يتوصل إلى حاجتك الضرورية نعم أنا من باب الرخص نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل العيش هناك والإقامة هناك لأجل العمل لا يجوز هذا لا يجوز أن يسافر إلى بلاد الكفار للإقامة هناك بل الواجب العكس المهاجرة من دار الكفار إلى دار الإسلام والرزق بيد الله عز وجل ومن يهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة نعم يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يسر الله لك نعم فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سعيد يقول إذا دخلت المسجد والإمام قد جلس للتشهد الأخير فما الذي أصنعه هل أدخل معه أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع جماعة أخرى إن كان تتوقع أن يبيجي ناس انتظرهم إذا ما توقع أن يبيجي أحد ادخل مع الإمام في بقية الصلاة لتحصل على أجر المتابعة ثم تقوم وتأتي بالصلاة بعدما يسلم نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم علل أهل العلم أن الحاجم يفطر بسبب أنه يمص الدم فيتطاير إلى حلقه نعم يقول الآن الحاجم لا يمص الدم بفمه وإنما عن طريق الآلات فهل يفطر بذلك الحديث عام الحديث عام الحاجم يفطر لأنه عانى المحجوم على هذا على الحجام عانه ولو لم يمص الدم والحديث يبقى على ما هو عليه نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بالصبي أن يلبس سوارا من الفضة أو أن هذا خاص بالبنات ما يحرم ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار فلا يلبس الذكر الصغير لا يلبس ما يحرم على الكبير من الذهب والفضة والحرير وما أشبه ذلك نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ بالمقامات أخي المساجد مفتوحة وكثيرة والحمد لله ولائما كثير تقاربها المساجد رح المسجد نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا في مدرسة عالمية ولا أصلي صلاة الظهر حتى أرجع إلى المنزل لعدم توفري الفرش في هذه المدرسة يقول أنا أنا فى مدرسة عالمية ولا أصلي صلاة الظهر حتى أرجع إلى منزلي لعدم توفر الفرش هناك بهذه المدرسة يقول بماذا تنصحونني وما حكم تأخير الصلاة أجل ذلك منصحك أن تصلي مع الجماعة في المدرسة مع اللي يصلون في المدرسة ولو كان ما فيها فرش تصلي على الأرض بدون فراش ما في مانع الأرض الطاهرة تصلي عليه البلاط الطاهرة تصلي عليه نعم صل مع الجماعة المهم صل مع الجماعة في المدرسة أو في المسجد ولا تصلي وحدك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول في هذا العصر جدت قنوات كثيرة قنوات فضائية تهتم بما يسمى بالأناشيد التي تسمى بالإسلامية وتكون خاصة بالأطفال ومصحوبة بالمؤثرات الصودية يقول ما حكم سماع الأطفال لها لا يمكنون الأطفال تربعون عليها هذه تربية سيئة ما يربون عليها الأطفال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ترك طواف الوداع فإن عليه الفدية يقول هل يستطيع أن يصوم بدل أن يذبح هذه الفدية يكون عليه فدية نعم نعم ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الفدية بدل طواف الوداع تبقى في ذمته تبقى في ذمته فإذا استطاع نفذها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بالأذان الأول للجمعة يقول وهل تكلم العلماء في هذه المسألة وأنه لا يجوز؟ لا أعرف أحد من نهل العلم المحقق إن تكلم في هذا هذا من سنة الخلفاء الراشدين لأن الذي أمر به عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين من أجل أن الناس اشتغلوا بالمزارع وفي الأسواق فعثمان رضي الله عنه جعل هذا الأذان لينبه لقرب صلاة الجمعة من أجل أن ينصره لصلاتهم ويتركوا العمل فهو سنة من سنة الخلفاء الراشدين ولا ينكره إلا إما جاهل وإما متعالم نعم رضينا الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من نصيحة للذين يؤجرون المحلات التي تبيع أدوات الغناء وتبيع ما يسمى بالمعسل الشيشة يقول ما نصيحتكم للملاك في هذا الأمر لا يجوز تأجير المحلات ليباع فيها المحرمات لا يجوز أن تؤجر لمن يستعمل فيها المحرمات ويبيع فيها المحرمات الإيجارة حرام نعم لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول إن لديها أو كان لديها حمام في قفص وكانت تعتني بها لكنها نسيتها في بعض الأيام فماتت عطشا سؤالها هل عليها كفارة في هذا الأمر ليس عليها كفارة لكن السبيب الحمام هي إذا صارت ما تقوم بالواجب له من الماء والطعام لماذا تتخذ الحمام تنساه تروح تساث يحرم عليها ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول حج أخي وتمتع بالحج لكنه لم يتمكن من الهدي فصام ثلاثة أيام ولم يصومها في الحج ولم يصومها في الحج بل صام يوما واحدا ثم أكمل الباقي في الطريق اليومين يقول هل يجوز له هذا الأمر أم أن عليه شيء يصوم عشرة أيام يكملها ولا عليه شيء الحمد لله بعد أن ما وجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة أحرمت بالعمرة وقالت لبيك عمره وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني وقالت هذا الأمر خوفا من الحيض لا الحيض مهض حابس الحيض معروف شيء جاري على النساء مهض حابس افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوهي بالبيت حتى تطهري فهو مهض حابس حابس المرض حبسني حابس يعني مرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول رجل مريض بالقولون وحج وكان مضطرا لأداء بعض المناسك وهو يدافع الريح لصعوبة تجديد الوضوء عليه وكذلك يدافعه عند أداء الصلوات الخمس يقول هل عليه شيء في هذا الأمر الله الصلاة ما ينبغي أنه يدخل فيها وهو يدافع الحدث تخلص منه لأن هذا يذهب الخشوع الصلاة لا الصلاة يتخلص من الحدث ويتوضى ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إمام المسجد الذي يريد أن يحضر هذه الدروس هل له أن يوكل شخصاً للقيام بالإمامة أثناء حضوره وهل يجوز له ذلك شرعاً إذا وجد من فيه الكفاية الحمد لله هذا من التعاون على البر والتقوى يوكل وهو وقت واحد يعني أو وقتين المغرب والعشاء ولحاجة وجد من يقوم بالواجب فيه كفاية الحمد لله هل من التعاون على البر والتقوى نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول صليت خلف إمام لا يطمئن في صلاته بل يسرع جداً وقد خرجت من الصلاة وصليت بمفردي فهل فعلي هذا صحيح؟ خرجت إيه؟ من الصلاة وصليت بمفردي فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كان أنه يسرع سرعة تخل تخل بالأركان والواجبات فلا تصلي معه أما إذا كانت سرعة لا تخل بالواجبات فلا تنصر صل معه نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إحدى الشركات في الحج قامت بجمع الجمار لبعض الحجاج والمسألة يعني ما هو بانصراق إذا صار الإمام ما يصلح لعيب فيه فلا تنصرف عن الصلاة لكن إن والانفراد إن والانفراد وأكمل صلاتك وسلم نعم لا تقطع الصلاة إن والانفراد وصلي نفسك ثم انصرف نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إحدى الشركات في الحج قامت بجمع الجمار لبعض الحجاج وغسلها ووضعها في كيس ثم توزيعها عليهم يقول هل هذا العمل مشروع؟ إذا كان هذا الحصى من الحرم أو خارج الحرم ما في مانع نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول يقول حججت ثم طفت طواف الإفاضة في اليوم العاشر ولما رجعت وجدت بعض النجاسة نعم عش يقول حججت وطفت طواف الإفاضة في اليوم العاشر فلما انتهيت من الطواف وخرجت من الحرم وجدت بعض النجاسة في ملابسي الداخلية يقول هل طوافي صحيح؟ نعم طوافك صحيح الصلاة لو صليت وبعد ما صليت وجدت في ثيابك نجاسة فصالاتك صحيحة الحمد لله نعم لأنك ما علمت بهذا حتى انتهيت من العبادة نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع كلاب الصيد خاصة ها؟ ما حكم بيع كلاب الصيد فقط لا يجوز بيع الكلب لا الصيد ولا غيره لا يجوز نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي لا يجوز هذا نعم كذلك حفظك الله يسأل عن بيع الهر هل يجوز؟ ولا الهر نهى عن بيع الهر أيضا نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله خذ الهر مليانت من الشوارع خذ خذ مجان نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تأجير المحلات على الحلاق الذي يحلق حلاقة مباحة ومحرمة في آن واحد هل يجوز هذا؟ سبق الجواب عنه لنه ما يجوز تأجير المحلات لمن يفعل فيها المحرم والمعاصي نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا على جبلا ويسبح إذا هبط يقول هل هذا خاص بالسفر أم داخل الحضر أيضا؟ هذا عام إذا على مرتفعا كبر وإذا نزل إلى منخفض سبح هذا عام بالسفر وفي غيره نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الإطلاع على الإنجيل للعالم خاصة من أجل أن يرد على النصارى في ذلك؟ العالم المتخصص إذا كان أنه يقصد من هذا أن يرد على النصارى هذا شيء طيب نعم العالم المتخصص ما هو لأجل لأجل الطلاع لأجل التعلم لا عالم متخصص نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض العمالة يأتون إلى المسجد للصلاة فيجدون ماء يوزع في المسجد فيأخذون منه إذا خرجوا سؤاله يقول إذا خرجوا ومعهم الماء فإنهم يجدون زملاء لهم كفار فيعطونهم من هذا الماء هل يجوز هذا الأمر؟ الأمر في هذا واسع الحمد لله ألم كثير والحمد لله ومتيسر والكافر يسقى إذا عطش يسقى الكافر نعم إذا عطش يطعم إذا جاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من امرأة تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر العانة عن طريق ما يسمى بالليزر فتكشف عورتها للممرضة لأجل هذا الأمر؟ لا ما يجوز هذا تكشف عورتها لامرأة أو لي ما يجوز هذا إذا كانت هي تزيله من نفسها ما في بأس أما تزيل تكشف نفسها لغيرها ما يجوز هذا نعم ولو بالا من باب العلاج من باب التحسين لقط ما هو من باب العلاج حتى يقال هذا ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقوله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يقول هل يأخذ من هذه الآية أن للسماوات عمد ولكننا لا نرى الله أعلم الجاذبية يقول الجاذبية الجاذبية هي العمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تركب وحدها السيارة مع رجل ليس بمحرم لها داخل البلد لا 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 يجوز هذا هذا لا يجوز أن تركب وحدها مع السائق ولو في البلد لأنها إذا ركبت معه ربما يطمع بها ويهرب بها ولا تتمكن من التخلص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن الرمي هل يجوز له أن يوكل شخصا محرما بالعمرة وليس محرما بالحج لا بس لا بس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن من هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فلا يجوز له الرجوع إلى بلاد الكفار إلا لمدة ثلاثة أيام فقط محددة بهذا العدد لا يجوز له أن يرجع لحاجة ولدعوة ولعلاج ما فيه بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لتشميط العاطس ورد السلام هل هو واجب على كل من سمعه أو يكفي بعضهم هذا سنة كفاية إذا قام به من يكفي إذا شمت العاطس واحد من الحاضرين حصلت الكفاية الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وأيضا يسأل يقول إذا عطس الرجل في صلاته فهل له أن يحمد الله أثناء الصلاة نعم أحمد الله أثناء الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قرأ الإمام قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية هل يصلي أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي عليه لكن لا يرفع صوته يشوج على اللي بجنبه صلي عليه بصوت خفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ندى سائل يقول بعض أئمة المساجد يطيلون في السجدة الأخيرة من الصلاة لأجل الدعاء هل هذا مشروع؟ بعض أئمة المساجد يطيلون السجدة الأخيرة في الصلاة لأجل الدعاء يضيفون يطيلون إطالة يطيلون نعم لا أهم بغي هذا تعادل الصلاة ويكون أولها أطول من آخرها يكون أولها أطول من آخرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لإمام المسجد أن يجتهد فيكتفي بتسليمة واحدة في الصلاة؟ لا لا الذي عليه العمل سلم تسليمته ولا يخالف ما عليه العمل في البلد ولا يظهر بهذه المسائل يقول هذه قال بها هولانو يعمل على ما يعمل عليه أهل البلد ما دام عمل أهل البلد موافق للشرع نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول وهل له أن يجتهد في مسألة القنوة وتحديد النازلة من غير النازلة فيدعو بذلك؟ لا ما يدعو إلا إذا جاء تعميم إذا جاء تعميم من القائمين على شؤون المساجد بالقنوة للنازلة يدعو نعم وضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله قبل قليل أن المرأة لا يجوز لها أن تركب مع السائق لوحدها حتى ولو كان داخل البلد يقول إذا كان الوقت قصيرا جدا لمدة خمس دقاء إذا كان الوقت قصيرا جدا ولو دقيق ما يجوز نعم وضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لسجود السهو هل يجوز أن يكون بعد السلام دائما أو قبل السلام دائما يجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص ليكون قبل السلام وإن كان عن زيادة في الصلاة يكون بعد السلام هذا من باب الأفضل وإلا الجواز يجوز كلا العمرين نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله بالنسبة لقراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة هل يباح للإمام أن يقسم سورة السجدة بين الركعتين ولا يقرأ سورة السجدة؟